بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن إخواني أخواتي الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الأفاضل والفضليات والفاضلات لكم نجدد التحية والشكر والتقدير لكل المنتسبين لهذه القناة القدامى والجدد وكل من يدعمنا بتعليقات محفزة وكل من مد لنا يد العون والمساندة في وقت محنتنا لن ننسى الخدمات الجليلة التي قدموها لنا وللشيوخ البكماخيين حتى ينصفوا بإذن الله إن شاء الله ونحن دائما نطل عليكم من أجل تزيد الحضور اليومي لأننا وعدناكم وأخذنا عهد على عاطقنا أننا سنواصل التعريف بالمظلومية دينا والكشف عن جميع التجاوزات والخرقات والعيوب والتشاليب والتحراميات إلى أن تنكشف الحقيقة ويتئم العدول عن الغيديا لهم ويصحح أعطاب الماضي ويصحح أعطاب المراصيم السابقة الجائرة وفي مقدمتهم اتفاق منتصف الليل النظام الأساسي ديال 2003 وثلاثة الذي يقومون الآن بمراجعته بالتغيير أو التتميم أو تعديل بالزيادة أو النقصان فقط لا غير هذا النظام الأساسي الآن التي تقوله جديد المقبل ما هو إلا نظام كان في الرفوف منذ 2014 وجميع النقابات والفاعلين السياسيين والنقابيين والشراكاء الاجتماعيين والفرقاء الاجتماعيين اطلعوا على هذا النظام الأساسي منذ قرن أزمار ومر من ثلاثة مراحل للإنجاز والمرحلة الرابعة والأخيرة هي اللي بدأت في 18 يناير الاتفاق ليسموه مرحلي وأشرف عليه رئيس العكومة وتقول لك الضامن بشكرته وفعلا قالها حرفيا بأنهم سيصلحوا الأعطاب دي المراسيم السابقة وللآن لم نرى أي إصلاح إلا للأعطاب وللهم لك حل إلا يعني لقاءات ماراتونية في آخر المطاف تقول لك هتشلع طلاح وكينين غير 6% هذيك شي علاج قلت لكم عنده منذ قرن أزمارة من نهار اللي خرج المرسوم جوج اثنين وعشرين سعود وستين ومرسومين آخرين اللي عدلوا في هذه المسائل للتخطيط والتوجيه والمرسوم الأول كان يهم المتصرفين وتغيير الإطار إسناداً ومسلكاً فقط لا غير ديولهم فقط لا غير وتغيير الإطار للمكلفين خارج سلكهم وتتشوفوا أنتم هذا الربع راهو حكر على فئة إما أن تكون من القواعد أو تكون من الأتباع أو التوابع أو النوابع إذن ما نطولوش عليكم لأن الإخوان تقول لكم ما نطولوش ما كان حتى شيئي شكل إذن باش نكونوا واضحين حتى بنموساميني جاء في رد على بعض الأسئلة الكتابية قال لك خاصنا رادرنا واحد المجهودات جبارة وجبنا حلول مبطاكارة وخاصهم يديروا النية ويباتوا مع الحية وبالتالي يعني يديروا الحية الحيلة النية وننزلوا بعد الإصلاح ديال المنظومة التعليمية وخارطة الطريق والتصور ديال الوزارة والحكومة في إصلاح المنظومة التعليمية ومن بعد راباق الحال باقي الوقت جاي ورا ما غدا نوقفوش غير تماما ورا ما يمكنش نحلو كل شي غنحلو جزء ولا كرا ما غنحلوش كل شي وذاك الشي اللي غير يبقى راتل من بعد ونعاودو نديروه وراحنا باقي القادية قدامنا راباق ديميل فانسيس ضرب جري طوالك إذن هاد المسائي كنا عارفين اللي نفاجأ في آخر المطاف تيقول ليك ستة الملفات يلي كنا وفعلا نقابة قبل ما توقع اتفاق ديال 18 ينير كانت عارفة التصور ديال إصلاح ديال المنظومة التعليمية الملفات المطلبية اللي عدها شاكيب بن موسى ملف مطلبي فيه 27 ملف فيه أوي وعرفوا بأن هاد الملفات اللي غد يتحل فقط الملفات التي ستعالج ضمن النظام الأساسي وتخص المزاولين أثناء تنزيل النظام الأساسي وقرن وزمارة قلت لكم بأن النظام الأساسي التفعيل دياله غيب دا من فاتح شتنبر 2023 وبالتالي وفروا خلال 2023 وفروا الحكومة والدولة والهم الكهال ووفروا السنة ديال 2022 ووفروا 8 شهر من السنة المالية ديال 2023 يعني يا الله 4 شهر يعني 19-11-12 فقط الغير هدي هي اللي غيستفدوا ماليا ماليا ماديا وماليا يعني تقليص للكلفة مقابل ماذا؟ مقابل باش غيروا الإطار ديال المتصرفين ديال الإسناد والمسلك من 2016 وعباش نكونوا فاهمين ونتفاهمون زي أنا رأى دائما عندما أعلل وتنعطي واحد النموذج ديال الفئة من الفئات لست ضدها أبدا لست ضد الترقية ديالها ولا هادكش اللي استفدوا منه إلى آخره ولكن نحن ننتقد النقابات وننتقد الإدارة والمصالح الإدارية والمدبر دو الخلفية الإقسائية والممثل ديال النقابات اللي دار معاه توآمة اللي هو مرابد إما في باب الرواح أو في العرفان فهذاكش اللي تديروه دو التجاوزات والخرقات والعيو والطاقوب والحمل هادك هو اللي تنديروه خاصنا نجيبوه واحد العينة ونعطوه هاكم إشانتي وللإشارة فبعض الإخوان هما اللي قالوا لي باش نتير هاد الملف ديال المتصرفين المتصرفين ومن معاهم تغطيط والتوجيه مكلفين خارج سلكهم وإدماج المساعدين ها ذكرها المساعدين التقنيين والإداريين تحلم أركازيا تحلم في الحوار الاجتماعي ديال العاملي فات إذن الإدماج ديالهم مسألة وقت فقط بالنسبة للنظام الأساسي إذن اللي بغينا نركزو عليه هو أن هادوك المراسيم المشاريع المراسيم فهي متعلقة بإصلاح المنظومة التعليمية نقطع إلى السطر المشروع المرسوب ديال النظام الأساسي هادك شيرة ترجمه يعني داك الشي اللي اتطافقوا عليه في 14 يناير نهار 14 يناير وقعوا المحضر المحضر ديال المبادئ المؤثرات للنظام الأساسي وقبل وهما الكتاب العامون ونرىهم وقالوا ونرسهم قالوا هنا يجدهم عن الخميس ويجدهم عن نتني الجمعة وجابوا لنا يعني المحضر اللي غدي وقعوه نار السبت نهار 14 جابوا لهم نهار الجمعة وطالوا عليه وقال لك جميع النقابات الخمس داروا التعديلات ديولهم والوزارة والحكومة قبلت بهذه التعديلات وبناء على هذه التعديلات اللي هما داروها في المحضر في المسودة ديال المحضر نهار الجمعة قال لك بما انهم ضمنوها هذك الملاحظات ديال النقابات يعني راه ضمنت في هذك المحضر ديال الربعة عشر يناير اللي غدي يوقعونا هر تسبت قال لك مشينا وقعنا بعد ما يعني قال لك احنا تشاورنا مع القواعد ديالنا ومع المسائل ديالهم اذا اذا التعديلات راهت دارت وما تقولوها الكتاب العامون كاملين تقولك بانا التعديلات راه درناها وهذه التعديلات درنا لدرناها راه دخلوها في النظام الافي المحضر ديال الاتفاق ربعة عشر يناير اذا هذك المحضر هو ديال المبادئ المؤطرة للنظام الاساسي والتعديلات درتوها قبل ما توقعوه اذا الان في هذ اللقاء ديال الخمسة وعشرين ابريل كالمفروض الاعلان الرسمي عن المخراجات ديال 18 يناير والاعلان الرسمي على المضامين ديال النظام الاساسي وتسلموا المسود مش المسود داخل سيكون صافي المشروع المرسوم تكون يعني رمتاي واخبار رسمية مصالح ادارية قالت بان النظام الاساسي العام لي فات النظام الاساسي المشروع ديال النظام الاساسي والمشاريع المراصيم التطبيقية والنصط انظمية ستكون جايزة في نهاية جانب الالفي اتنين وعشرين اذا هذك المشاريع اللي كانت في 31-12-2022 اللي كانت جايزة دارت انتوما يا يعني الاقتراحات ديالكم كل نقبة دارت الاقتراحات ديالها وهذك الاقتراحات ديالها دارت وخدت بعين الاعتبار في هذا المحضر ديال 14 يناير اذا لم تجوش داب الان تقولوا لنا راباقين غادي نديروا مقتراحات وباقي نغيروش هاجة وباقي نديروش ملاحظات وممكن نحيدو هذي ونديروش التعديل سافرت ليه دار الدار والمحضر هذك ما وقعتوه 14 يناير حسب التصريحات ديالكم انكم تدرتوا الاقتراحات ديالكم والدار والحكومة والوزارة اخداتهم بعين الاعتبار وتضمنوا في المحضر اذا ما بقى عندكم الان تشي ملاحظات الان غادي تديروا غير دراسة تقولوا الدراسة ديال هذك الابواب اللي كانت في النظام الاساسي 16 باب وديروا التدقيق مع هذك القرارات الى اخيري فضينا الهضرة وبروغراماسيو اللي غا تكون عندكم دي دارت الان بروغراماسيو ديال هذك شي اللي غادي تبدو اللقاءات المكتفة المسترسلة قال لك في شهر مائي باش بقاوا تاني زقلفوا الى اهوكم جابوا لكم تاني بقاوا غاديين بكم تكمل السنة الدراسية ومن بعد غادي تكمل السنة الدراسية واتوقعوا كل واحد غادي يمشي حط معاقله في الريمال الدهبية وطل شو تنبير هذك ساعة هتلقاوا المسائل مغيزة مجيدة ايدن هذا يؤكد بانا ما بقتش نمي كين ديالا نهائيا ما بقتش نمي باش نكونوا واضحين وهذا الشي را تصريح ديالهم قال لك احنا درنا مبغيناش نوقع في المحضر دي 14 نير حتى درنا شفنا شايف طولينا المسودة ديال المحضر وشفناها ودرنا اقتراحات ودرنا وهذك الاقتراحات اخدات بعين الاعتبار الحكومة والوزارة اخداتها بعين الاعتبار وضمنتها في المحضر وهذك شي علاش جينا وقعنا بربعة في حين الخامسة جاءت لك اودي احنا جابوا لنا ذاك المسودة ديال المحضر ولكن ما اعطوناش الوقت باش نتشاوروا مع القواعد ديالنا ومع يعني المسائل ديالنا وهذك شي علاش ما وقعناش نتشاوروا مع القواعد نتشاوروا مع القواعد نتشاوروا مع القواعد لقاءات ماراتونية اذا هنا كينين ملفات اللي كانوا علنوا عليهم في 14 يناير ولا كرة ما غيكونوش ما غيكونوش في 2023 لان بكل بساطة ما كينين حتى شي مرسوم يخصوا هذك الملفات في حين ان هذك الملفات اللي خاصهم مراسيم ما كينينش اي حاجة فيها اطار رجعي او فيها سنوات اعتبارية او متقايني الى خاص مرسوم اذا ما كينينش وجدول الاعمال اللي قلناه هنا في قرن ازماره هو اللي كان 25 والمشاريع المراسيم تتعلق بتنزيل خارطة الطريق ديال 2022 2026 اللي تتهم بن موسى وإصلاح المنطوب التعليمية وقال لهم ديروا النية ونبدأوا بعد الإصلاح وحنا رادرنا مجهودات جبارة اللي ما عمرة دارت اذا بدأوا بعدها ومن بعد راه التحاجر ما غادوا قفرها راه غد نداو راه حلنا شي حاجة ومش حاجة راه باقي الى اخيرين اذا والتي يقول لك رايش حاجة الدار اذا اللي تحلوه مستق اللي غيكونو في النظام الاساسي اللي غي تحلوه داخل النظام الاساسي واربعا اللي داروهم ديال المتصرفين ومن معهم وغادي نعاود نجي في هاد الفيديو باش ما غادي نطولش غادي ندير لكم المقصيون من خارج السلم لكل العصاء ديال الاعدادي مقابل تغيير الاطار لاصحاب الاسناد واول مسلك من 2016 وغادي نبي لكم انه مني تتغير انتادي الابتدائي الى متصرف من 2011 على اساس باش يتقيد الترقية بالاختيار الى خارج السلم او درجة الممتازة من 2021 فانت تتاكل الحق ديال ديال الاعدادي اللي تتوفر فيهم الشرط تتوفر فيهم اصلا الشرط وهو انه المسار البياني ديال محدود في طرقية او طرقيتين تجد تعدوش طرقيتين وكيلا عنده سبعة وعشرين سنة في الحضاش وتحرم من خارج السلم او الدرجة الممتازة لانه تقاعت في حين انا من تتغير انتا الى متصرف فالفلوس اللي غادي تخلص منها راه تتنقص من الاعتمادات المالية اللي كينا في وزارة التربية الوطنية ومخصصة للطرقيات ما غايمشوش يجيبو لك فلوس اخرى اذا من هنا تتولي تتنزف الاعتمادات المالية وفي المقابل الفئات اللي هي جد متضررة واللي كان عندها الاولوية والاصباقية في الانصاف وباش يكونوا الملفات ديالهم ديمن الملفات اللي خاصة تكونوا صباقة في ايجاد دي يعني في الحل دياله لدوسية تلقوهم انهم هادو غاديمشو انتادروا قالليك تنبدو الاصلاح ديال المنظومة التعليمية وعلى في مقدمتهم ده هاي الزنزان التاسعة ده هاي المادة مية وطناش لتقاعدوا من 2003 2004 2005 لان هادو كانت اللوائح ديالهم صدرت قبل ما يتقاعدوا قبل ما يتحدهم من الاسلاك لازد من ثلاث سنوات وفي 2007 بما انها ترقي استثنائية من 2003 في حدود اربع سنوات ابتداء من 2007 بمفعول المالي ولكن الادارة والنقابات يعني التي تصطفوا الى جانبها منذ قرن ازمارة غبرت هاللوائح ديال المتقاعدين بالتاسعة ده هاي المادة مية وطناش ورقيت بها اصحاب الاجازة المصنفين بالتاسع اللي هما الان اغلبية ديالهم غيكونوا مع حامل الشواهيد العليا او الدكاطيرا اللي غي يديروا ايطاء غي تغير الايطار او تغير المتصرف التخطيط والتوجيه التفتيش الهم لكحل اللي دائما هما نفس الفئات المحضوضة الابناء الفئات المدلعة يعني فئات ديالولاد الفشوش اللي هما دائما هما الولين تستافدوا في اي نظام اساسي كينا الهريف والهريف وزيد هرف وزيد هرف وديما تهول اللي تتاخذ نحن لسنا ضد اي فئة ولكن ضد يعني السياسة لتتنهجها الوزارة والمصالح الادارية والمدبر والممثل والممثل دياله هدوك الناقابات اللي ديرين توقع مع المصالح الادارية منذ قرن اضمار اذا نوقفوا هنا ومن بعد قد ندر لكم الفيديو اللي قلت لكم دابا ما كان تشي اشكال اذا ما تنسوش البارتاج و هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعوم الفائدة تكتروا من جيم الإعجاب الليكات والدورو 120 وكل شي تنقوله يجسد على أرض الواقع مسألة لا تناقش مسألة لا تناقش اذا تحية عالية للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الأفاضل والفاضلات والفضليات دورو 120 شاو لك لك